نروح لأخبار النادي الآلي فرقتنا النهاردة الفريق عمل مباراة ودية مباراة ودية طبعا كل ده استعدادات لمباراة المريخ اللي جاية ان شاء الله في المشوار الافريكي المباراة كانت عبارة عن فريق الشباب والفريق الاول يمكن الفريق الاول كسب او المباراة التجربية ده خلصت اربعة مقابل هدف واحد اربعة واحد المباراة شارك كمان المهم جدا ان المباراة دي شارك فيها وليد سليمان بعد عودته الطويلة من الاصابة النهاردة وليد سليمان بيشارك فيها هذه المباراة الحمد لله طب مننا عليه بشكل كبير جدا مسلماني عمل تشكيلة يمكن ماكس شوية التشكيلة كان فيها علي لطفي بدر بنون سعد سمير رمي ربيعة ناصر مير حسين الشحات جونيور اجايي ومروان محسن وزي ما بقول لحضراتكم كمان بيدعم هذه التشكيلة ببعض العناصر الشابة على مدار الشوتين يمكن المباراة راح جاي يعني فريق الشباب طبعا بقيادة الكابتن عمر انور يمكن يتقدم في دي عشرين في دي عشرين كانوا جابوا هدف لكن من تصوية طبعا قوية جدا لكن بدر بنون جاب جون عالمي يعني جول دبل كيك كده على طريقة زي ما حضراتكم شايفين ويمكن كان فيه صورة كده كان سعد سمير كان واقف مستغرب جدا من هذا الأداء الراع والجن الجميل اللي جابوا بدر بنون على غرار رونالد والنجوم الكبار لكن المباراة زي ما بقول لحضراتكم الهدف التاني جابوا بدر بنون في الديئة تمانية عشرين الديئة واحد وتلاتين نجح مروان محسن في إضافة الهدف التالت للفريق واستمر طبعا الأداء مميز بين الفرقتين عشان ينتهي الشوت الأولاني بهذه النتيجة الشوت التاني بدأ يدفع الجهاز الفني يعني ببعض التبديلات بيشوفوا بعض التغييرات ينعش بس الخطوط على مستوى التجارب بنشوف بعض اللاعبين في بوزيشن مختلف سجل اللاعب أحمد سيد غريبي الهدف الرابع للفريق الأول في الديئة تسعة واربعين النهاردة المباراة حضرها يمكن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبروكتش طبعا المدير الفني أو مدير الفني اللي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وعمل اجتماع مع مسماني وتكلموا في العديد من الأمور اللي تخص طبعا النواحي الفنية وخلي حضراتكم مهم جدا اللي بيحصل وياريت ده يتكرر يعني دايما فريق عمرى أنور فريق الشباب ده في وقت من الأوقات يعمل تأسيمة والفريق الأول يشوفه من خلال ده الروح المعنوية للفريق الشباب ده هترتفع جدا تخيلوا النهاردة بيلعابوا ضد مران محسن وبيلعابوا ضد بدر بنون بيطلعوا طاقتهم بشكل كبير ومن خلال كده نقدر نشوف العناصر المميزة اللي ان شاء الله يدفع بيها في الفترة اللي جاية ويكون ولاد النادي الأهلي من قطاع ناشئين النادي الأهلي هو ده الداعم الأساس للفريق الأول وجود محترفين على مستوى عالي جدا لا شك فيه لكن كمان نفسنا يرجع زمن عماد مدعب حسام غالي بنتكلم على نجوم كبار جدا ان شاء الله الفترة اللي جاية تشهد هذه الطفرة ونشوف لعيبة وولاد النادي الأهلي ان شاء الله بيتعلقوا مع فريقهم الأول وكمان مع كل المنتخبات اذا كان منتخب أولمبي أو منتخب أول